السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحية طيبة لكم أينما كنتم مبروك لجمهور النادي الأهلي العظيم والجهاز الإداري والفني ولللاعبين وللكابت المحمود الخطيب وكل أعضاء إدارة النادي الأهلي هذا الفوز المهم والمستحق والمتوقع والوصول إلى نهائي كأس السوبر وبإذن الله السوبر المصري في خزينة النادي الأهلي هذا الموسم والمواسم القادمة طبعا الموسم المقبل أيضا بإذن الله تعالى طبعا رغم الإجهاد رغم التعب رغم الضعوف رغم السفر ورغم حشر هذه البطولة اللي ما أدري كيف حشرت بعد كأس العالم للأندية طبعا أنا أحمل مسؤولية توقيت هذه البطولة للاتحاد المصري المسؤولين على الكرة المصرية وأيضا المسؤولين عن تنظيم هذه البطولة وهم الشركة الراعية ومجلس أبو ظبي الرياضي اللي مفروض كان هناك تنسيق يعني منظم حتى تخرج هذه البطولة بأفضل حلتها أنا ما أتكلم عن التنظيم الملعب رائع الجمهور رائع كل شيء رائع من خلال التنظيم ولكن أتكلم عن التوقيت لأنه بالفعل بعد كأس العالم للأندية وبعد قدوم النادي الأهلي بكل هذا الزخم وبكل هذا التعب وبكل هذا الإجاد وبكل هذا السفر وبكل هذه المعاناة يأتي بعد فترة بسيطة ليلعب مباريات مهمة لكأس مهمة أيضا لأن هذه الكأس أيضا تعتبر العالم يتابحها وتعتبر من البطولات المهمة في أي بلد ينظمها وإلا لماذا تنظمها دول عربية مهمة لهذه البطولة لماذا؟ لأنه النادي الأهلي دائما ما يكون رقم صعب في هذه البطولة أو في كل البطولات يشارك بها وأيضا الأهلي أنقذ البطولة من يمكن مباراة نهائية ما راح أحد يتابحها لو لم يكن النادي الأهلي موجود فيها إذن النادي الأهلي ينقذ الشركات الشركة الراعية وينقذ السوبر المصري من الضياح هذا الموسم من الناحية التنظيمية ومن ناحية جودة النقل ومن ناحية أيضا جودة الجمهور الموجود لأنه بالفعل لو لعب مع السيراميك خلنكم واقعين المدرجات ستكون فارغة ولكن بوجود النادي الأهلي في النهائي ستمتلئ هذه المدرجات وبالتالي تخرج البطولة بشكل أفضل بكثير عندما لا يكون النادي الأهلي هو أحد أطرافها مع هذه الظروف النادي الأهلي يحسم هذه المباراة ويتفوق بكل جدارة وبكل استحقاق حتى لو كان الهدف بنيران صديقة لكن النادي الأهلي ضيع فرص بالجملة كما هو العدل لأنه لا يمتلك مهاجم صريح في البوكس كما ذكرنا مودست شاهدنا مستوى مودست حتى لو لعب فترة قصيرة لكن واضح أن هذا اللاعب لا يستحق أن يلعب في النادي وعلى كله أن يقتنع برأي إدارة النادي الأهلي وأن يستغني عن هذا اللاعب ويأتون بلاعب على مستوى النادي الأهلي تكون له قيمة ثنية أعلى بكثير من اللي شاهدنا من مودست إلى الآن طبعا إمام عاشور لاعب رائع مثل ما ذكرنا لاعب مهم بالفريق وكيف اليوم تلاعب بي دفاع ولاعبي نادي سيراميكا وسجل هدف رائع يعني صحيح هو يمكن بنيران صديقة لكن إمام عاشور كان له الجهد الأكبر في تسجيل هذا الهدف الموضوع الآخر المهم اللي أريد أن أتكلم عنه من الناحية الفنية مع الأسف يعني أنا اندهجت واستغربت من كيف جر نادي سيراميكا ومدربهم السيد الكابتن الرمادي فريق النادي الأهلي لأسلوبه اللي هي الاتحامات البدنية المباراة من أول دقيقة كان نادي سيراميكا يلعب على هذا الوتر المهم الحساس أن يجر النادي الأهلي لأن يلعب بنفس اسلوبه من خلال الاندفاع البدني الشديد ومن خلال رتم المباراة العالي وأنا استغربت من يعني لاعبون نادي الأهلي اللي يمتكون الخبرة وأيضا كل اللي يمتلك الخبرة الكبيرة في هذا المجال كان عليهم أن يهدؤون اللعب ويلعبوا بشكل مناسب لأن نادي سيراميكا كانت لديه الحوافز ولديه الدوافع لأن يثبت نفسه أمام النادي الأهلي وهذا دائما ما يحدث أن الفرق تلعب بـ 200% من مجهودة عندما يكون النادي الأهلي هو أحد منافسيها كان على لاعبون نادي الأهلي ومدربهم كوليران يهدي اللعب بشكل كبير وأن يعمل على امتصاص زخم الفريق المنافس اللي هو السيراميكا واللي يمكن دفعتها أيضا نتيجة مباراة فيوتر مع بيراميز بعد فوز فيوتر زادت الدوافع زادت الرغبة ودخل المباراة بكل حماس وبكل شدة وكان يلعب بكل عنف مع فريق النادي الأهلي اللي ينجار لنفس الإسلوب يعني النادي اللي بدل ما يهدي اللعب بدل ما يلعب بشكل هادئ لعب بشكل متسرع وبشكل مندفع وكان أيضا يتعامل مع نادي السيراميكا بنفس إسلوبه وهذا الشيء خاطئ في مجال كرة القدم وخاصة النادي الأهلي جاء من بطولة مهمة قبل فترة قصيرة قبل أيام معدودة وسفر وإجهاد وإحنا شفنا الشناو كيف فقدنا في هذه المباراة رغم ذلك النادي الأهلي يفوز بكل جدارة واستحقاق ويصعد إلى المباراة ثم هناك مسألة أخرى أيضا شاهدناها هو الاعتراضات الشديدة من فريق السيراميكا على كل شاردة وواردة وأيضا بعض المعلقين اللي كأنهم يعني أي شيء يعمل الفريق المقابل أمام النادي الأهلي يعتبر هذا شيء عالمي وشيء كبير وكأنه غير موجود ولأول مرة يحدث هذا غريب أنا شاهده من بعض المعلقين اللي دائما ما يكونون غير حيادين في تحليلهم لمباريات النادي لها العموما مبروك للنادي الأهلي ووصوله إلى المباراة النهائية وإن شاء الله السوبر المصري في خزينة النادي الأهلي شكرا